موسيقى تقعد مدة طويلة بلاش السكر الجاهز والعيش الجاهز والحلويات والسكريات كل ده فيه خطورة على صحة مريض السكر مريض الناس اللي عندهم امراض مرمتزمية بيستفيدوا جدا من الصيام الصيام بيحسن المناعة ودي معروفة وبيساعد على نظرية معروفة ان الخلايا الميتة تتبدل بخلايا مجددة بس كل ده يكون مسموح من الطبيب ان هو يصوم في حاجة مهمة كمان كميات المية اللي احنا بناخدها انا بحسب ازاي احتياجاتي من المية وزني على تمانية دي ببساطة يعني انا لو وزني 80 كيلو انا مفروض اخد 10 كبات مية فاخليهم متدرجين على ومية يعني مية مش يعني شاي ولا نسكفيه ولا اي حاجة من المشروبات التانية مية في صورتها المية ونقلل مئة من حكاية الشاي والنسكفيه وخلافه لان كل دي مدرات للمياه بتخلينا نفقد كميات كبيرة جدا من المياه نخلينا في المشروبات اللي هي الصحية هوا ايه مشروبات في رمضان موجودة في الكالتشر بتاعتنا او في البيئة بتاعتنا عندنا عرقسوس ممنوع لمرضى السكر ومرضى القلب ومرضى اللي بياخدوا مضادات للجلطات كل دولة ممنوع عليهم العرقسوس ياكو وكمان الضغط لي يا جماعة لانه هو بيعلي الضغط عنده مشاكل كتيرة فاحنا بعيدة عن قصة العرقسوس لأي حد عنده مرض من الامراض المسمينة الكركديه والطمر هندي والحاجات والدوم كل الحاجات دي حاجات كويسة بس نخلي بالنا انا مسموحني باليوم بمعلقتين فقط من السكر هقول هستعمل سكر دايت السكر دايت للضرورة وليس على الاطلاق لان السكر الدايت طلع فيه مشاكل برضو لانه بيخليني عندي رغبة ناخد كميات كبيرة وانا متطمن ويخليني بعد شوية عايز ااخد كميات اكبر فبرضو بقى ليه اضرار فنخلينا ناخد كميات متعدلة عندي كباية من المشروبات مرة كباية واحدة بمعلقتين سكر او كبايتين الكباية التانية هتبقى بسكر دايت خصوصا لو كنت انا عايزة افقد وزن غير المياه وغير الحاجات دي طبعا احنا طبعا بنتعزم في عزومات برة وناكل كزا مرة نخلي بالنا من القصة دي نخلي بالنا من الكميات بتاعتنا من المغزيات ونخلي بالنا كمان من الاكل برا يعني ايه الاكل برا خلي بالك الاكل في المطعم والمحلات انت ما عندكش رقابة عليه ما تعرفش ظروفه عاملة ازاي فنخلينا برضو يعني مرة في الاسبوع مش كل يوم نجيب اكل ديليفر لان دا برضو مش حاجة صحيحة الاكل في البيت بيكون اكثر امانة شكرا